أكثر جيل كروي محظوظ هو الجيل الكروي العراقي الحالي تخيل أنت هذا الجيل ما عنده هواي إنجازات والجمهور العراقي كلها يعرف أو عنده فكرة أنه قائمة المنتخب العراقي لمعسكر إسبانيا بها ألغام فعليا بها ألغام بها عودة لللاعبين ما كان لتوقعها الجمهور العراقي حسب التسريبات التي طلعت أنه كبعض اللاعبين العائدين مع هذا الجمهور العراقي اليوم جمعة من العشر الصباح قاعد لانتظر قائمة المنتخب العراقي لمعسكر إسبانيا يمكن شخصياً الآن السنة 20 أو 30 رسالة يسئلوني بها الناس وقت القائمة تعلن نياب القائمة ستعلن الساعة 10 بالليل حتى الصدمة تجيكم بوقيت متأخر وتنامون وتسمعون أن تشوفون الأشياء الموجودة بهذه القائمة وتخفوا رأسكم وتنامون وفعلاً جدت الساعة 10 بالليل أجدت الصدمة التي كانت أعتقدها كبيرة على المشجعين العراقيين هذا الجيل العراقي علي أن يحمد الله ويشكره بعض اللاعبين اللي موجودين يمكن أن نخلقوا كلاعبين كلاب قدهم عراقيين أنا شخصياً أعتقدهم أنهم محبوظين تخيل أنا شخصياً همياً شنت أحس أنه الجمهور العراقي من دينتظر القائمة التي ديعلنها كأساس كأنما امتحانك وامتحان من البكالوريا نحن دائماً امتحانات السادس الأدادي نترقبها والطالب يكون نيشي خايف ومرات تجي أحلام وكوابيس بسبب هذه الامتحانات حتى الواحد مني كبار مرات يحس نفسي يخلم أنه الامتحان فاتف فأعتقد أنه موضوع البكالوريا بالسادس الأدادي اتكرر اليوم لأنه أشوف الجمهور العراقي كل شي متحمس ويمكن البعض من عدهم وفكرته أنه شن اللي حينسحب كلها يعني مدعلان قائمة كاساس لمبارات ودية مباراة مع أسكر راحين بسبانيا ويا كاساس وبس يعني القائمة هذا كل شي صار النص صبح لحد الآن الجمهور العراقي تلقى أفضل لعب بتشكيلة بطولة دولة أبطال آسيا فأكثر منهيك حفوظه أكثر منهيك دعم من الجمهور العراقي وين تلقى أنت لاعب ما يلعب الدولة العراقي الجمهور رح يصالوا لعب آسيا عادي موجود هذا الجمهور العراقي ما دام يحس بك أنه أنت عراقي وتستحق الدعم فالنفوظ أنه أنت كلاعب عراقي الجامل هذا الجمهور يعني أنا شخصيا لو كانت لعب كرة قدم يمكن بسهولة رح أصعد للمنتخب لأنه بسهولة رح أفوت للجمهور وبسهولة رح أكون قريبا من الجمهور وأوصل للمنتخب العراقي لأنه هذا فعليا ديصير لدى بعض اللاعبين أنه ديصعدوا للمنتخب من دون استحقاق وهذا اللي شفناه بقائمة اليوم القائمة التي أعلن عنها كاساس شخصيا أنا ما رح أقول ما رح أذب اللوم على شخص آخر غير كاساس بالبداية رح أنتقد القائمة ما كاساس وأنتقد كاساس لأنه كاساس اليوم هو شخص المسؤول عن اختيار التشكيلة ما علي بالناس اللي أثروا علي إلينا وبالنهاية أنا يهمني المدرب هو اللي أعلن التشكيلة ماته والمدرب إذا قبل أنه تصير علي اللاعبين يفرضون علي اللاعبين فهذا المفروض أنه هذا المدرب أعتبره مو قوي فلهذا أنا اليوم أقول أنه هذه هي خيارات كاساس ورح أنتقد عليها لكن المنفس الوقت ما رح أنتقد المدرب كاساس ولا رح أنتقد الاتحاد على الأشياء اللي سووها سابقا فما يصر أنه نحن نسجع عمود هذه القائمة هي قائمة لمباراة واحدة نمحي الأشياء اللي صارت من بداية السلام كاساس والاتحاد العراقي إلى يومنا هذا فلا تنسونا هناك هواية تطور صارب الكرة العراقية نحن اليوم كنا نحن مثل ثلاث لاعبين أو أربع لاعبين محترفين اليوم لنشوف عدد اللاعبين المحترفين اللي موجودين بالمتخب العراقي هواية هي هذه القائمة صحيح بها هواي لاعبين يمكن عليهم علانات استفهام بس أيضا بها لاعبين محترفين لجتئ لهم فرصة ومنعدهم وجوه جديدة فشخصيا أنا حنتقد علاقة القائمة أما عمل كاساس والاتحاد العراقي فأني أعتقد هو بالمسار الصحيح فلذلك أنا حبيت أنوه بهذا الشيء بداية حلقتي قائمة المدرب كاساس اللي أعلن عنها واللي شهدت تواجد 27 لعب إذا تريد تكون إيجابي يقول أنه كاساس استدعى 17 لعب محترف و10 لعبين محليين وهذا فعليا إذا تروح تشوفه إذا جمعت محترفين الخليج ويلاعبين المحترفين اللي يجابهم كاساس رح تلقى أنه كاساس استدعى 17 لعب محترف فأنت إذا تتكلم أنه الحمد لله وصلنا إلى مرحلة 17 لعب محترف أما إذا تريد تكون لا مو إيجابي رح تقول أنه كاساس استدعى بعض اللاعبين الجيدين وهو يأكل لعبين عطلات استدعاهم للمنتخب العراقي بهذه القائمة وتقدر تعدد أسامي شخصياً أنا ما أشخص الأسماء لكن رح نتناول بعض الأسامي اللي أنا أشوف أنه وجدتهم فرصة مجانية وفرصة بهبية المفروض يستغلوها رح نتكلم عنهم على كل كاساس مثل ما تعرفون إحنا استدعى 27 لعب ما عدنا أي خلاف على مركز حراسة المرمى لأنه مركز حراسة المرمى معروف 3 حراس دائماً صار لهم فترة طويلة ماكو بالعراق غيرهم فمموجودين هذا الثلاثة حراسة كاساس استدعى بخطة دفاع اللاعبين اللي يشوفون قدامكم هنا أشوف أنه عودة اللاعب اللي يشوفوا أمانكم فرانس بطروس إلى المنتخب العراقي وهنا يسأل كاساس شنو سبب عودة فرانس بطروس هل أنه كان يراقب فرانس بطروس لأنه أنا بصراحة لا شوف على الجهة اليمين ساحب أربع أظهر بالمنتخب العراقي فرانس بطروس ألان موحي اللي لأول مرة راح يمثله منتخب العراقي إن شاء الله نشوفه لعب جيد هم من يلعب على اليمين بالإضافة إلى شيركو كريم واللاعب اللي أخذنا الكأس العالم وكان مستوى مو هلقض ألا يفاضل فهذولا أربع لاعبين على اليمين ما أعرف كاساس هي لعبة واحدة عنده مع عسكر تدريبي أشوف أنه هواية ساحب أربع لاعبين على الجهة اليمين فبالتالي هل أنه كاساس لحد الآن محتار بجهة اليمين منه يلعب أعتقد أنه محتار أعتقد أنه كان خال بعض الثقل على ألا يفاضل وشاف أداء كأس العالم للشباب وخلى كاساس يتراجع ويدور على اللاعبين آخرين يمكن يسدون مكان ألا يفاضل لأنه مثل ما تعرفون ألا يمكن أن أقدم ذاك المستوى كأس العالم للشباب فبالتالي هذا الشيء الذي خلى كاساس يستدعى أو يعتمد على ثلاث لاعبين وخلى يمكن يجيب اللاعب فرانس بطروس الآن أشوف أنه أعتقد أنه أخذ فرصة جداً شبيرة والآن استدعى مرة أخرى عندي علامة استفهام على فرانس بطروس حتى أكون واضح أشوف أنه اللاعب ألن محي اللاعب الجديد ممكن أنه يأخذ فرصة جيدة وشيركو كريم رجعنا إلى خطة أذبوكات همين حطينا على الجهة اليمين مهما كان خلينا نحول على أول قنبلة موجودة بالجهة اليسار أول قنبلة موجودة بالجهة اليسار أو خلونا شوية نقلل القنابل أو نأجلها عودة ساعد ناطق بقلب الدفاع أنا شخصياً أعتبرها عودة جيدة للمنتخب العراقي وبالنسبة إلي أنا أشوف أنه عدنا مشكلة جداً كبيرة القلوب الدفاع فلهذا ممكن قبل شهرين أو ثلاثة نزلت فيديو قلت أنه عودة ساعد ناطق هي عودة مهمة للمنتخب العراقي ولازم يرجع والحمد لله أنا شفت أنه عودة ساعد ناطق جيدة بالنسبة إلى أمم آسيا كلاعب ممكن أنه نعتمد عليه ذا يلعب الدوري السعودية خلونا نذهب إلى هذا القنبلة اللي على الجهة اليسار ميرخاز دوسكي مثل ما تعرفون لاعب جيد مهم وأعتقد أنه مكان ثابت بالمنتخب العراقي لكن مصيبة اللي ويا حاطين همام طارق شخصياً همام طارق أنا أعتبره من اللاعبين اللي مستواهم مهما تقدم مهما مستواهم متحسن أنا شوف أنه فرصة مع المنتخب العراقي قليلة جداً يعني همام طارق بهذا العمر ماذا يريد أن يقدم المنتخب العراقي أنا لا أريد شخص لاعبين لا متعود بمحتوي أنه شخص لاعبين لكن إذا تريد أقيم همام طارق بأمم آسيا 2019 من العام نهوية المنتخب القطريون صاب همام طارق الجمهور العراقي كل حزن على إصابة همام طارق وأثر على النتيجة لكن همام بعد أربع سنين أنا أشوف أنه مستواه وباط أشوف أنه همام طارق ما أعتقد عنده شي جديد ممكن يضيفه للمنتخب العراقي فلهذا عندي علامة استفام على عودة همام طارق للمنتخب العراقي بهذه الفترة وبهذه المعسكر وقبل أمم آسيا اللي ستقام بشهر الواحد في قطر فعندي هاي علامة استفام على اللعب همام طارق وبالتأكيد أيضا خط الوسط إذا نتكلم عنه فأنا برأيي أنه خط الوسط بالمنتخب العراقي هو من أفضل الخطوط اللي موجودة لأنه تلقى به تنوع جدا حلو تلقى به هواي لاعبين محترفين على مستوى عالي لكن اليوم أنا شفت همين وكو بعض اللاعبين اللي أعتقد من استلعيهم ومدرب كاساس على عودة الاستفام عليهم وبالتأكيد أنه همام طارق فلازم أتكلم عن اللاعب مثلا حسن عبد الكريم اللي موجود في خط الوسط قبل سنة حسن عبد الكريم كانت اللاعبين الجيدين وكلنا تعرفون داعمين لللاعب كموهبة كما نتمنى أنه يحترف لكن أنا أعتقد بالفترة الأخيرة حسن عبد الكريم قال المستوى حتى بالنسبة نادي الزوراء يلعب نادي الزوراء أعتقد مكان مقنع مع نادي الزوراء أيضا فاليوم أنا أشوفه بالمنتخب العراقي فأشوف أنه هو أخذ مكان اللاعب آخر قد يكون اللاعب محترف يقدم للمنتخب يمكن أداة جيد فأعتقد أنه استدعى علي علامة الاستفهام بس علامة الاستفهام أقل من علامة الاستفهام الأولى هل يجعل أوصفها أما علامة الاستفهام الثانية فهي إبراهيم بايش إبراهيم بايش الإتحاد العراقي أنطاع عقوبة وبالتالي هو مستبعد صالة جولات كثيرة من اللعب وبالتالي رفعوا عليه العقوبة مات لكن فعليا أنت تيجي إبراهيم بايش صالة شهرين أو ثلاثة شهر ملعب كرة قدم أعتقد أنه كاساس اعتمد على بايش وطور من أداءه خصوصا بكاس الخليج الأخيرة لكن أنا أشوف أنه اللاعب صالة لفترة ومشارك مع النادي مات فبالتالي ما رح يكون هو موجود يعني بالفورما مات لهذا اعتراضي أسجل على استدعاء إبراهيم بايش وتبقى نظرة المدرب طبعا مهمة بالنسبة لللاعب خط الوسط حنشوف به لأول مرة وجود أندريس الناطي رح نشوفه أخيرا مع المنتخب العراقي وهي إضافة جيدة مثل ما تعرفون زيدان أقبال أسامة رشيد كيفن يعقوب لأول مرة من اللاعبين اللي أنا شوفه رح يكون إضافة قوية للمنتخب العراقي أمجد عطوان هو من اللاعبين المحترفين بالخليج واللي يعتبر مستوى عالي مستوى جيد فأعتقد أنه من اللاعبين اللي ثابتين وجودهم بالمنتخب العراقي بالإضافة إلى أمير العماري الكثير من اللاعبين لكن أيضا شهدنا بخط الوسط عودة بشار رسن بشار رسن يمكن الأمر ينطبغ على نفس فكرة اللاعب همان طارق لكن شوية بشار رسن ممكن أنه يستعين مستوى خلينا نقول أنه بشار رسن يمكن شيبنا تصفيات الموهلة لكأس العالم أنا شخصيا يمكن لاحظت ثلاثة أربعة أهداف محطة قضايا لكن أنا أعتقد أنه بشار رسن مقارتة بالأسامي اللي دع أشوفها المحلية اللي موجودة هسه أعتقد ممكن أنه ياخذ فرصة على شرط أنه تكون هذه الفرصة قد يكون أنه بشار رسن اللاعب احتياطي لأنه أعتقد بخط الوسط على هذه الأسامي المحترفة اللي موجودة أعتقد بشار رسن مرح يقدر يكون هو اللاعب الأساسي وإحنا لعبة وحدة يدهم كولومبي فأعتقد أنه بشار رسن رح يكون مكان بالمنتخب العراقي إذا يعني الاستدعاء هذا مصار وممكن أنه ممكن يأخذ فرصة يمكن يأخذ فرصة كلاعب بديل وليس لعب أساسي فهذه اعتراضاتي على بعض الأسامي الموجودة عند المدرب كأساس طبعا أرجع إلى خط الدفاع عن أيضا عندي بالظاهير اليمين اعتراض على الآي فاضل الذي أرى أنه مو بذاك المستوى والمفروض أنه يأخذ راح الآي فاضل عنمود يواصل المستوى لأنه بكأس العالم للشباب شفنا مكان ذاك المستوى القوي فبالتالي أيضا عندي اعتراض على الآي فاضل إذا رحنا إلى خط الهجوم باشنغ لأول مرة يأتي ويمثل المنتخب العراقي بالإضافة إلى مهند علي وإيمان حسين طبعا القائمة الأولية كانت مفروض بها لعب بين الثنين وهي مهند إجعاز وعلي الحمادي لكن اعتذروا بآخر اللحظات بسبب إصابة حسب ما يقول النادي مالتهم علي الحمادي كنا نعروبين أنه مصاب وبالإضافة إلى مهند إجعاز رد النادي مالت أنه لعب مصاب فبالتالي اعتم تقارير طبية لجعل قائمة الرجوم مالتنا المنتخب العراقي دائما يعاني بخط باشنغ لأول مرة يلعب بالدور السويدي درجة الأولى وأعتقد هو هداف بالدور السويدي لكن أعتقد سحبنا سابقا عمار محسن بالدور السويدي وكان مقطع الدنيا بالدور السويدي وماعرف لم ينطينا فرصة المدرب كاساس لا أعجب أي شيء فأنا أتمنى للتوفيق بأول المباراة مع المنتخب العراقي لكن أعتقد فرصة قليلة بحجوم المنتخب العراقي أما اللاعب ميمي مهند علي من اللاعبين اللي يمتلك قاعدة جماهيرية جدا شبيرة وهذا يمكن إذا حجية تمكن حزعلون جماهير ميمي لكن بكل أمانة استدعاء جدا غريب لعب اتعرب إلى إصابة جدا طويلة نحن نتكلم عن اللاعب وصيب لمدة سنة ونص وإلى الآن مراجعة للملاعب يعني لم يمارس كرة القدم بمباراة حقيقية إذا يتدرب بالعراق لا أعرف كيف يسوي لكن اللاعب بعده لم يراجع لكرة القدم قاعد يتدرب ملاعب مباراة قوية ملاعب مباراة تنافسية تأتي السحبة للمنتخب العراقي بشكل مباشر وإنت يا لاعب مثل ميمي أنت تشوف أنه مستقبلك تلعب كرة قدم مستقبلك مهم بالنسبة لك أنت إذا للمراجع للملعب شون تقبل أنت يجي للمنتخب العراقي بصراحة أنا كلش محتار بهذا الاستدعاء مع المهند علي وأني لوبي ذلك المهند علي بصراحة ما راح أقبل على هذا الاستدعاء لأنه أنا فتت بصدمة أنا كلاعب مثل مهند علي انصدمت سنة ونص ولكمر دل عطوبة ما أقدر مصاب من إصابة صبارت وصبارت وصبارت من إيجي تستوني داعي تحسن وداعي تدرب يجي يستدعيني مدرب المنتخب العراقي وأروح وأكون أقول أنا جاهز خلاص لا مفروض أنا أروح ألعب شوية شوية الدرج باللعب مات على ما أجي وأكون جاهز للمنتخب العراقي فأنا أتمنى إذا ميمي يراجع قرار أتمنى أنه بالتدرج يلعب بالتدرج شوية شوية يلعب لا مرأسا منتخب العراقي أنا أرجع أنت نجم وأنت لاعب وكلنا ندعمك يعني أنت لاعب عندك لمستك بس غايب سنة ونص يا أخي خاف على نفسك شوية خاف على نفسك وقل للمدرب لا أنا مجاهز كون إنه كون واقعي ترى هاي الموضوع ما الوطنية واني مهم مستقبلك إذا أنت رجعت الكرة القدم ومارس كرة القدم رح تفيد الوطن ما رح تفيد أنت مباراة ودية فأتمنى من عندك يا مهند علي أن تلعبها صح أن تروح تدرج شوية شوية وبعدها ممكن أنت تجي للمنتخب العراقي أما أنت ستروح للمعسكر إسباني وتدرب ويا كاساس وتفوت وتريد تلعب مباراة الآن قريبين من أمم آسيا إذا أجمع التشكيلات الخاصة بالمدرب كاساس سأشوف هواية بها اختلافات وهذا يدل على أن المدرب لحد الآن لا مقتنع باللاعبين وهذه مشكلة بالنسبة لأن كرة عراقية أن المدرب يمكن حضر حسب ما هو نشر يمكن حضر 80 مباراة أو 90 أو 120 مباراة وإلى الآن طالع بهذه القائمة إلى الآن مواصل إلى التشكيل النهائية مات فهذا الشيء معناها أن كمنتخب عراقي أو كلعبين عراقي الجودة مالتنا تصعب على المدرب اختيار اللاعبين أتمنى منعدكم إذا تحبون تنتقدون المدرب كاساس أو تنتقدون عمد الاتحاد هذا الشيء انتقدوا بضمن الضوابط الموجودة ما أتمنى منعدكم أن تسوين حملات عسكر تدريبي واحد وأعتقد أن تنتقد بعض اللاعبين الموجودين التي ترون أن مين طون للمنتخب العراقي وغير قادرين على أعطاء شيء جديد للمنتخب العراقي أما تروح وتسوي حملات ضد المدرب ضد الاتحاد أتمنى أن نبتعد منعدها لأن وصلنا المرحلة جدا حلوة نتواج لتتقابل تتمنى أن ثلاث لاعبين يكون عندك محترفين اليوم لا عدد المحترفين يمكن الجودة مالتهم تختلفت مثلا تتمنى أشوف لاعبين المنتخب الشبابي مثلا يوسف الأمين تتمنى أن أشوف لا يوسف الأمين هو أليكساندر أوراها كانوا لاعبين كأس عالم وشوية تعبان فأقول لا يفاضل من كأس العالم فأنا بصراحة مستغرب وشون ما جاب أليكساندر أوراها ويوسف الأمين وهو من اللاعبين اللي يعتبرون أصلا لعب للمنتخب العراقي عفوا أن أليكساندر أوراها لعب للمنتخب العراقي أما يوسف الأمين من اللاعبين اللي أنا أعتقدهم أفضل منه هؤل اللاعبين موجودين بالتشكيلة فأني أسجل اعتراضي لتشكيلة كاساس لكن مع هذا أدعم عمل كاساس كمدرب لأنه اللي يسوى من بداية تواجدة بالمنتخب العراقي إلى يومنا هذا يعتبر أشياء جيدة يعتبر شيء إيجابي أما قائمة اليوم فأنا أقول لك ما تعتبر من الأشياء الإيجابية لأنه نوعا ما شوية رجعنا إلى الوراء لكن هذا لا يعني أنه إحنا نمحي لإتحاد العراقي وكاساس على كل هذا رأيي كان بتشكيلة المدرب كاساس للمباراة الودية والتي ستقام في إسبانيا شكرا لدعمكم وهو الهنا نوصل إلى نهاية الحلقة أشوفكم بحلقات أخرى إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة